وما زالت هذه المحاولات بكل اسف انهم مش هاقدروا على مصر عشان مصر في معاية الله مش هادروا عليها والنبي فهم المحاولات مستowing 옛ا OA والحامد لله ان مصر عادت من ده وفلتت من ده للحامد لله انما الغد باللويته عايزة من اننا يقض وعايزة وده اللeffه النهارده ده الحلقة تاعة النهارده عايزة من اننا يقض جدا حلقة النهارده لما كلمت يوم الاسبوع اللي فات وقربت على على الجرائد الأجنبية فيه حملة شرية هنا هي معمولة بره عشان استعداء الغرب علينا جرائب دي الكامل اما انها بقت مملوكة لقطر وتنظيم الدولة الاخوان او اما بيقبضوا انما كب بطريقة غير عادية الحملة كبيرة دي دي وطبعا لما تروح لما تشوف الحيثيات بتاع كونجرس وبيقول ليه منعوا المعونة المعونة المتين مليون او الكلام ده فكونجرس بيكلم على سببين حقوق الانسان والحدة التانية اللي هو القانون بتاع جمعيات المنظمات الاهلية انما تعالى لما تشوف الحيثيات دي بيكلموا ويقولوا بقى ازاي الرئيس بيقولوا عليه جنرال ازاي قتل تمنمية مش عارف حدا وثلاثين واحد في ربعة كانوا مسلمين وكانوا بيطلبوا بردوع الشرعية ومش عارف ايه ازاي عمل كذا ازاي عمل كد بكد 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 لو احنا لازم احنا نتوعع بدا ونعرف ده لان ده مهم جدا لان احنا معرفتنا بدا هو اللي حلمنا احنا محدش قدر علينا احنا بالوعي قدرنا بالوعي بالوعي عودة الوعي في تلاتين يونيو وقعت الاخوان وبوزت مؤمرتهم احنا كان مصر مفروض فين دلوقتي مصر كان مفروض دلوقتي نبقى احنا كان بس احنا مصر غير مصر لما يبقى تسعين مليون وفيه حوب اهلية فيها تقعد لها تلاتين اربعين سنة بلد كبيرة مقدروش يعملوا ده الحمد لله ومش هيقدروا يعملوا ده بس ناخد بالنا عشان كده النهاردة حلقة النهاردة دي في ضف حضراتكم اه الاستاذ حسام فاروق الكاتب الصحفي مدير تحرير من رئلة حريتي مؤسسة دار التحرير اه حسام باحث وخبير متخصص في الاعلام السياسي حسام حصل ام جسير في الاعلام السياسي حسام بعد الحلقة الاخرانية اللي كانت اه اه ابن العيد لقيته واتكلمني قال انا عندي معلومات كثيرة قلت له احسام عندك معلومات تعال نتناقش فيها سوا المعلومات اللي هي ايه حكاية اللورايد بتاع بره هذه المؤسسات الصحفي اولا تصدقوا انه فيه ديمقراطية اولا بره فيه ديمقراطية ما احنا سمعنا انهم رحين يدوا العراق ديمقراطية او مخلصوا على العراق داخلين في ال 12 او 13 سنة مات اكتر من مليون ونص والعراق بيتأسم او تأسم فعلا خلاص انتهى فما حدش يقول لنا ديمقراطية ديمقراطية اهم مش قادرين يكلموا قطر ولا هيكلموا قطر ولا يحسبوا قطر قطر اللي هي مدانة بالارهاب بتحيلوا عليها وعملين يضغطوا على السعودية ترامب مبارح والاول مبارح بيكلم خدم الحرامين وبيقولوا لازم تحلوا الموضوع تحل الموضوع يا رائل ده انت اللي قالوا انهم مدانين بالارهاب بدل ما تقبض على حمد وتميم وامه وابوه وتشوف الحكاية دي وتحاكمه ادام محاكم لرائم الحرب بدل ما تعمل ده رائلين بتضغطوا على اصحاب الحق ده احنا متعورين فاربعين مليار دولار بسبب السياحة بسبب قطر ده احنا عندنا الناس اللي في سينة واللي ماد ودولا ما نشوف ده كده قد ايه ده احنا ما نشوف الخراب اللي اتعامل الاخوان باعاز وباحتضان وبتمويل من قطر كل ده انه ما حاش قدر يكلم مع قطر لو فيه ديمقراطية حقيقة في العالم ولو فيه ضمير بحقه حقيقي ولو فيه حرية بحقه حقيقي كان لازم من اول من اول ايه من اول ما ضربوا الكمبلتين على اليابان من اول امريكا ما عملت هذه الجريمة ومرورا بقى بالفظايع اللي عملها الامريكيان مرورا بده كله نهاية انبقى لغاية ما دخلوا العراق بوش الابن ده ولغاية اوباما وهيلاري كلينتون وزير الخارجية بتاعته في الوقت ده والعمل اللي عملوه اللي هم الوقوف مع جمعات المتطرفة وهم صناعة جمعات المتطرفة وهم تمويل جمعات المتطرفة ونهاية انبقى بقطر معاه توكيل الرسمي بتاع الارهاب كله ده كان لازم بوقف السجن لو في ضبم لو فيه انما مفهمش وما بيساعدوا الناس علينا حد اثنين